إذن مسابعين الكرام كما قلت لكم نظام حضارة الجزائر هذا الكيان الذي استنعته فرنسا أو الاستعمار الفرنسي كيان هاش لدرجة على أن يوتيوبر أردني أجنبي استطاع فقط بفيديو بسيط فيديو صوره بحسن نية استطاع من خلاله على أنه يهز الأركان لهذا النظام المتخلف الغبي اليائس البائس على جميع الأصعدة النظام الذي يخاف من الحقيقة النظام الذي يكذب ليلة نهار ويخاف أن تنكشف عورته ونعم متابعين الكرام هنا أتحدث عن اليوتيوبر الأردني جوح الطاب الذي استطاع من خلال حلقة بسيطة على أنه ينهي أو يقوم بفضح جميع الأكاديب ديال نظام الحضيرة فكما تعلموا المتابعين الكرام الآن تشن عليه حملة قذرة بائسة يائسة حملات من السبب والشسم ليس فقط من الدباب الإلكتروني ديال نظام حضيرات الجزائر بل حتى من القنوات الرسمية نعم متابعين الكرام القنوات الرسمية ديال نظام الحضيرة تهاجم ودخلت في حرب مع يوتيوبر أردني هم بالأساس نظام الحضيرة هم اللي جابوه وخلصوه بشدير دعاية للسياحة في حضيرات الجزائر وهذا اليوتيوبر نقل ما يوجد على أرض الواقع نقل على أن الجزائريين خصوصا المدن اللي كنا في الحدود مع المغرب كي تاجروا بالمنتجات للأصل لها من المغرب مثل التوابر والطاجين والقفطان والألبسة ومجموعة من الأمور وفي طبيعة الحال مجموعة من هذه المدن تعتمد أيضا على شبكات الإنترنت المغربية بسبب التخلص التقني والتكنولوجي ديالنظام الحضيرة في هذا المجال فبالتالي متابعين الكرام هذا الأردني نقل فقط الحقيقة لكن نظام حضيرات الجزائر الذي يدعي القوة الضاربة ودولة النفط والغاز لا يريد لهذه الحقيقة أن تنكشف وبالتالي أطلقوا عليه حملة يعني رخيصة بخيصة يعني قذرة بكل ما تحمل الكلمة من معنى فبدأوا يصبوه وبدأوا يطالبوا بالاعتقال يشوفوا هالغباء في نوصل يطالبون باعتقاله هم اللي يجابوه هم اللي يطلبون منه باش يدير يعني ترويج للسياحة بين قوصان في الحاضرة والآن كيطالبوه باش أنه يتعتقل وباش أنهم يشدوه باش أنهم يعني يحاكموه ومعرفت أنه مجموعة من يعني الخزعبالات والشعارات الفارغة والغوغاء واصدار الرأس هاتش كامل على يوتيوبر على شخص عنده قناة في اليوتيوب كدير محتوى سياحي دار فيديو نقل الحقيقة فقط هنا باش تعرفوا متابعين الكرام على أن النظام الحاضرة هو نظام هش بكل ما تحمل الكلمة من معنى قناة في اليوتيوب يمكن أن تسقط هذا النظام قناة في اليوتيوب يمكن أن تزلزل هذا النظام قناة في اليوتيوب يمكن أن تواجه هذا النظام المفلس والبائس واليائس على جميع الأصعدة متابعين الكرام أراكم في فيديو قادم شكرا